اشتركوا في القناة استفاد منها الجهاز الفني كثيرا مزبوط بعدما لم تكتمل مباراة أصفهان الإيراني وأشار حسن إلى رفضه التربص بالزمالك بعدما حول البعض إلغاء مباراة أصفهان لأزمة كبيرة مشيرا إلى أن حكم المباراة تسبب في إفسادها خاصة وأن قراراته جاءت عكسية مشيرا إلى أن لعب الفريق الإيراني تعاملوا بخشونة مع لعب الزمالك وعندما تحدثنا مع الحكم فجئنا به يطرد المدير الفني وقال أبريم حسن أن الجميع طالب بالتحقيق معنا وتجاهلوا واقعة حسام البدري عندما تولى تدريب الأهلي وتم طرده في مباراة ليفركوزن الألماني ورفض الخروج من الملعب إلا بعد ربع ساعة عندما نزل فولر وطالبه بالخروج من الملعب أولا وقعت فولر دي أنا اللي قلتها في الحساد يعني أنا ما عرفش طبعا ما عرفش هو يقصد كابتن ربيح حسن يقصد بمين في حالة تربص خليني أفتر أنه يقصدني أنا خليني أفترك أو الله ما عرف لكن وانا نازل دلوقتي بيقولولي ما عرفش موقع جوله أو موقع إيه قالوا أنه هم زعلانين ومش هتعاملوا الكلام ده كله وهذا شأن أي واحد في الدنيا كل أحد براحته لكن خلينا نشرح لجمهور الزمالك مش للكابتن إبراهيم ولا للكابتن حسام ولا لأي حد بفضل الله بنتكلم بما يرضي الله بما يرضي الله بالواقع اللي احنا بنشوفه وممكن أبقى مرة معاك لأن الموقف معاك ومرة ما بقاش معاك لأن الموقف مش معاك وممكن في المرتين أبقى غلط وارد وأنا معاك ممكن أبقى غلطان أو أنا ضدك ممكن أبقى غلطان لكن احنا بنعرض والرأي العام بيبقى موجود إذا كان يقصدني أنا تحديدا أن أنا اللي بتربص همعرفش هو يقصد مين برضو خلينا نقول بيقصدني أنا كلام ملوش أي وجود بل بالعكس كثير من المواقع على الإنترنت لمدة شهر كامل أو شهر نص كامل حجموني أنا مليش في الإنترنت والعمري بفتح البتاع ده ولا فهم فيه أنا عندي مراطي في البيت هي اللي بتفتح وتقول لي ده كذا ده كذا ده كذا فقالت لي ده الأهلوية مخبطين فيك تخبيل جاء ليه يا أخوان قال لك عشان توقف مع الزمالك بمنتهى القوة وعمرك ما عملت كده كان دايما بيبقى ردي عليها أنا مع كلمة الحق طلعت مع الزمالك طلعت مع الأهلي طلعت مع الإسماعيلي طلعت ده ضد ده أو ده أو ده زي ما تطلع ما عنديش حسابات مسبقة في الحوار إطلاقا ولا بيبقى جاي متبرمج ما نشجاي متبرمج عايزة أكسب إبراهيم أو حسام أو عايزة أكسب ساد عب حفيز أو عايزة أكسب نصر أبو الحسن أو عايزة أكسب محمد مصرح أو أخسر لا ما يحتفظ طبعا بالقاب للجميع المسألة في النهاية احنا بنيجي نقعد على الكرسي ده نقول بما يرضي الله أمام حضراتكم عشان كده انتوا بتصدقونا عشان كده حضراتكم بتصدقونا فنرجع ونقول شهر ونص بيهجموني على الانترنت لأنه أنا وقف مع الزمان وأنا مش وقف مع الزمان كان وقف مع الحق برضو لما جه الكابتن حسام البدري في الحصاد يوم الخميس اللي فات أنا اللي قلت له لما جي الخبر جلنا والأستاذ صابري علي جابهولنا بالتليفون وبعت لي رسالة بيقول لي على قد ما أنا بحبك أنا زعلان منك وأنا هقوله وقال لي كده ليه وأنا مردت شحيه وبعت لي رسالة من الإمارات أن الراجل لما عملنا له مدخلة من الإمارات بعدما الدنيا تقلبت إحنا مش هناك هنجيب مين يحكي لنا يحكي لنا صحفي مقيم في الإمارات ده الوضع الطبيعي في مباراة أصفان الراجل دخل على التليفون وقال حاكا قال الجمهور اشترى تذاكر بأشين درهم عشان يتفرج على المباراة ما تفرجش اللي عربين دقيقة قال إن نقلوا المباراة من ملعب رئيسي ودوها ملعب جانبي ما كانش شاي للجمهور والكلام ده كله والناس كانت زعلانة قال إن حصل احتكاج بين الحكم وبين كابتن حسام حسن بعد احتسابه ضرب الجزاء والكابتن حسام اعترض عليه بشدة فخرجوا بره الملعب فرفضت فوقف المدة القانونية ونهى المباراة وقال ده أمر ما كانش حلو إطلاقا حاكا الراجل بيحكي وانتم متصورين الجمهور هنا مش من حقهم يعرف ده حق المعرفة بند من بنود الدستور يعني في الدستور بند من بنود الدستور اللي بيحكم مصر من أكبر راس فيها لأصغر راس فيها بيقول حق المعرفة مكفول لكل مواطن هو إحنا مطلوب إن إحنا نداري ونخبي ونحط سطارة سودة والناس ما تتفرجش أو ما تقولش أو ما تعرفش حق المعرفة لازم يعرف خلصتنا من دي هم يقيموا بقى الموقف ده كان صح الموقف ده كان نص نص الموقف ده كان غلط هذا شأن المتلقي لكن يعرفه لازم يعرفه فالرجل بستة صبر علي قال محترم صح في المحترم في الإمارات حك وبعد التطرق هو للحديث قال إنه الإقامة كذا وكذا وكذا وموجودة في شقك فندقية وكذا 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 كان جانبي كابتل حسام البدري أول حاجة أنا قلت له إيه قلت له طب ما أنت يا كابتل حسام عملت نفسك ده أنا اللي قلت يا كابتل مريم مش أنت اللي قلت ده أنا اللي قلت وإنت استندت للمعلومة اللي أنا قلتها قلت له ما أنت في ماتش في معسكرك في كذا 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 والحكم طردك أو أطلع لك كارتة أحمل رجل كابتل حسام البدري رجل محترم وبيتقبل الحوار وما عندوش مشكلة ولما تهاجمه بيجاو بعدي جدا ويجي لك المرة بعدها لما تطلبه عايزيني نرتقي بلغة الحوار ما بيننا عايزيني يبقى عندنا تسمع النقط وتتقبله وإنت تقول وأنا أقول ونختلف وممكن مرة بأنا على حق وإنت مرة على حق وارد ولما أنت تطلعني أنا غلطان في الكلام هيقولك أنت صح إمتى نرتقي لهذا المستوى إمتى يبقى أنت مش طالب مني غير أنا طول الوقت أبقى مقيدك ما عنديش مانع لأ أنت طول الوقت صح هو أنا أطلع لك بالعفية حاجة غلط بالعفية زي الناس اللي كانوا بيقدموا زمان برامج عشان عايز أخلص عليك وإما طلع لك حاجة ما حصلتش لأ نحن مش كده اطلاقا اطلاقا نحن لم نقبل شكة أطلاقا نحن اللحظة اللي أنت فيها بنقيم أدائك مش بنقيم أدائك عشان أنت اسمك حسام أو أنت اسمك إبراهيم بنقيم أدائك عشان أنت اسمك المدير الفني لنادي زمالك أو أنت مدير الكرة بتاع نادي الزمال اللي يهمنا في الموضوع لا حضرتك ولا حضرتك اللي يهمنا في الموضوع هو الكيان اللي هو نادي الزمال وإحنا أشهدنا بيك وأيضا قولنا أن أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا من أول ما كنت في المصري وانت تعلم هذا كابتل حسام إلى هذه اللحظة مع درش نفاق ما نعرفش النفق نفقك ليه هو أنت فتح بيوتنا ولو فتح بيوتنا بنقصها نقفلها فما فيش في اللغوة اطلق النفاق كذا 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 واتكلم على الشقق الفندقية أنا اوتوماتيك وجهت كلامي لكابتن حسام بياته وقلت له ما أنت عملت كذا وقعدت ربع ساعة وفضلت قعد على الدكتر ربع ساعة لغاية لما رودي فولر اللي احنا كلنا نتفرج بس عليه كده نقول يا ده فولر جاي من بعيدة هو حاجة نجم النجوم الراجل نجم نسم المدرج وقلت له وقلت له راحل غاية عندك في الدكتر وبعد ربع ساعة زيما كابتن بريم قال خرجت من الملك ما أنا اللي قلت وقلت اللي قلت ده أنا اللي قلت له طب الأستاذ صبري علي بعقلي بعد كده رسالة زعلان مني قال لي على قدر المحبة على قدر الزع ليه لأن أنا بعدها بيوم اتصل بي راجل بسق فيه عايش في الامارات ووجبش اخباري من اي حد يعني لينا توانسة في تونس لينا مغربة في المغرب لينا جزائرين في الجزائر لينا اماراتية في الامارات في كل حتة بفضل الله وده اللي بخلينا ننفرد طول الوقت بفضل الله احنا لو اقتصرنا على الأخبار اللي بناخدها من هنا وشيط المواقع مش هنشتغل ومش هتبهوا مستنييننا عشان سمعوا من هنا الجديد دايما ولو عدينا جديد الشهر ده بس 12-13 انفراد كنا بنقولهم وبعين الإخوة كلهم بيشتغلوا علينا بعديها بيوم وبيومين يفتلوا يحكوا في برامجهم وإحنا اللي بنختم البرامج في آخر الليل يعني مهم فالراجل بعتلي الرسالة ليه هو بعتها لي ليه لأن انا اتصل بيا حد من الامارات اماراتي مقيم في الامارات وبسخ فيه جدا وشخص محترم جدا جدا قال لي يا كابتن الشواء الفندقية اللي انت كنت بتكلم الحمد لله بسال الانوار كله بتفرغ عليه في الامارات مصرين واماراتي قال لي انت كنت بتتفرغ اللي بتكلم عليه مع الكابتن حسام البدري لما عملت مداخلة مع الاخ الصحفي دي شواء شيء جدا ولائقة جدا ولو جيت الامارات هخليك تشوفها حاجة من الحاجات الجميلة جدا ربما لو سيد صابري علي وهو صحف الامارات ربما ما شافهاش لأن احنا عندنا كلمة شواء فندقية اقلم الفندق بكتير اما تروح شواء فندقية غير ما تقول فندق اما تروح فندق غير شقة فندقية وقال لي كالترخير الزمالك ان هم عرفوا يوفروا المعسكر ده لان الوقت ده هناك في مهرجان التسوق الدنيا زحمة جدا 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 خلاص هو احنا وقتين موقف من حد طلعت قلت طلعت تاني يوم في مساء الانوار او يوميا بالليل قلت تصل بيه كذا كذا وقال كذا كذا اذا الشواء كانت محترمة احنا مش ند حد هو الراجل اعتبر ان انا كدبته في الجزئية دي فبعتلي الرسالة دي انا ما قصدتش طبعا انا كدبه اطلاقا لكن كل ما في الامر امر ما حصل فعايز اخلص من الكلام ده ان الراغي فيه دمه تقيل احنا علاقاتنا متوازنة مع الجميع اللي عايز يزعل هذا شأنه مش هنغير سياستنا عايز تقطعنا براحتك خالص مش عايز تطلع تتكلم عندنا براحتك خالص احنا مش خصلانين انت لما بتخش توضح ده المصلحتك مش لمصلحتي انا بتبنى وجهة النظر اللي قدامي بتكلم فيه ممكن اكون مشيت شمال او عكس الاتجاه حقك عليا حقك انت عليا ان انت تخش توضح حقك عليا لجمهور الزمالك مش لي عايز تخش اهلا بيك عايز تقطع براحتك عايز لعبتك يشرفوني اهلا وسهلا مش عايزين براحتهم احنا هنا البرنامج هو البطل وليس الافراد هم الابطال اش هتقول اكتر من كده ارجو ان الرسالة تكون وصلت بوضوح شديد جدا لكن لا في حالة تربس ولا الكلام ده ولا حتى لو انت قلت كده او غيرك قال كده هيخلينا ناخد موقف اطلاق هنفضل متوازنين حقك هتاخده كاملا حتى لو انت مخصرنا لعمر كل فيش مشكلة حقك كاملا اللي ليك هتاخده واللي عليك هيتقار اشتركوا في القناة